بسم الله الرحيم كيف حالكم يا شباب؟ اليوم ان شاء الله تعالى يا شباب هناخد محاضرة مهمة جداً هي خفيفة بسيطة كده وسهلة بس مهمة مهمة جداً في مادة ربط الشبكات احنا في المحاضرات اللي فاتت يا شباب اتكلمنا عن انواع الشبكات من حيث كذا حاجة من حيث التصميم من حيث المساحة من حيث مش هارفين من حيث كذا حاجة كده انواع الشبكات ايه؟ وبعدين المحاضر اللي فاتت بدأنا نشرح التصميم من حيث تصميم التصميم الي بتستخدم في الشبكة اللان وايه التصميم الي بتستخدم في الشبكة اللوان بعد كده اه 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 تكلمنا على تلوان لوحده وتصاميمه ايه والتبلج بتاعته النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة اوي ايه هي نشأة الوان يعني الوان ده نشأ ازاي يعني بدايته ايه و ايه عشان لازم نفهم ده عشان على اساسه هتفهمه بقية المخاطر خط يعني الدرس بتاع النهاردة يا شباب لو فهمتوا هتفهم الكلام اللي هنيجي نقوله بعد كده كده هم اللي بعد كده هنشرح فالناس تركز معي طبعا يا شباب احنا شرحنا قبل كده وقلنا ان لو عايز تعمل شبكة لان عايز تعمل شبكة لان لو عايز تعمل شبكة لان شبكة لان يعني جوه مبنى واحد هتحتر تجيب جهاني عايز السويتش اللي هو ده زي ما كنتم تعملوا في الباكت ريسر زي ما انتم شايفين حتى الصور اللي انا جايفها لكم خلاص تمام تمام و وبعدين هتربط كل الكمبيوترات الجوالات هتربط كل حاجة بالسويتش اللي عندك خلاص تمام و كده انت عملت شبكة لان خلاص طيب الشبكة لان دي جوه مبنى واحد يعني انت لو عايز تعمل مبنى واحد خلاص جوه مبنى واحد ها دي الشبكة لان لو عايز تعمل اه شبكة وان يعني شبكة وان يعني دي لان دى مبنى ده مبنى hourlyاض وده مبنى فى الدمام انا رابطوا الكمبيوتر كلها بسويتش كل حاجة بالسويتش وأنا كل الحاجة بالسويتش عشان رابط ده بده خلاص محتاج اعمل شبكة وان احشان تعمل شبكة وان محتاج رريطارات تجيب راوتر هنا وراوتر هنا راوترات لازم تجيب راوتر زي بتعمل توصل المبنى ده اللي فيه السويتش بالراوتر هنا والمبنى ده اللي هو هنا عامله ده مفروض ده مبنى بالسويتش السويتش الموجود فيه بالراوتر السويتش بالراوتر وبعدين تطلع كابل زي ما شرحت مبارح الكابل الممتد ده الطويل ده ده ماشي تحت الارض بقى ما بين المدن والدول وكده زي ما قلت مبارح في الفيديو بتاعه امس عشان تخلي الشبكتين يتصلوا ببعض محتاج الشبكة دي تتصل بدي بتخش تعمل configuration او اعدادات هنا configuration او اعدادات هنا عشان الاتنين يتصلوا ببعض تمام طيب ده بالنسبة للان والوان كبفون بسيط لكن السؤال الاهم هي الوان دي بقى يعنيش راوتر توصل ببنى بدأت ازاي يعني اكبر وان في العالم الانترنت ايه ده اكبر شبكة وان في العالم هي الانترنت وده مفهوم غلط عند الناس في حاجة مهمة اوي ان اغلب الناس فاكرة ان شبكة وان لما قولك شبكة واسعة يبقى هي الانترنت بس لأ غلط الوان مش هي الانترنت بس الانترنت نوع من انواع الوان شبكة الانترنت يا شباب نوع من انواع الوان بمعنى الانترنت بيجيلك في البيت او متشر في العالم كله الكابلات وممتدة في العالم كله الانترنت دي شبكة الانترنت نوع من انواع الوان لكن لو انت في شركة مثلا زي البنوك قلت بمرة الفيديو في فيديو فايت اللي حتشوف البنوك البنوك عاملة شبكة دوان خاصة بها اي ده مش ربطين كابلات الانترنت اي ده مش تخلين مع بعض عن طريق الانترنت خلاص تمام تمام مش ربطين يعني ببعض شبكة انترنت لا طبعا عاملين اخوان خاصة بيها البنوك مثلا بنك الراكه عنده شبكة اخوان خاصة بيه رابط كل الفروع بتاعته حتى المحلات يعني مثلا ممكن يكون كارفور والحاجات دي اه حتى الحوال المدنية ليه شبكة اخوان خاصة بيه كل واحد بيباليه خواب شبكة اخوان خاصة بيه وشبكة الراكوان خاصة بيه دي زي ما شرحنا هيختار التصميم زي ما شرحنا مبارح اللي شوف فيديوه مبارح يفهم يعني ايه التصميم يختار التصميم اللي ينفع مع الشبكة بتاعته يختار التصميم الموجود او ينفع مع الشبكة بتاعته تمام طيب ماشي ده بالنسبة للايه للوان طيب الفكرة بقى ان الانترنت نفسه يعني عرفنا ان الوان مش هو الانترنت بس الوان مش هو الانترنت بس بس بالنسبة بقى للانترنت اللي هو يعتبر اول شبكة وان ايه ده الانترنت هو اول وان الانترنت هو اول شبكة وان اتعمل ازاي؟ اتعمل ازاي؟ بصواً شباب، اول شبكة عادية كانت في العالم، طبعاً في كل العالم شبكة عادية داخلية لأن دي انتشرت في اوروبا وأمريكاء. يعني اول اناس عملوا شبكة ل Teach sangat un into Perdue World اشتركه مبنى كده، اوروبا وامريكا امريكا مثلاً اهي، دي امريكا. خلاص، دي اول دولة عملت شبكة داخلية. يعني داخلية اللان جوا مبنى تربط الكمبيوتار والأجهزة بتاعتها بمبنى وأول ناس عملت كده هي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وزارة البنتاجون أو وزارة الدفاع الأمريكية يا شباب هي أول ناس عملوا شبكة لان يعني شبكة جوا مبنى جوم كده ربطوا الأجهزة بتاعتهم جوا مبنى ببعض وبعد انتشر في العالم ده في الستينات ده في الستينات في منتصف السبعينات كبيرة وزارة الدفاع الاامريكية البنتاجون العسكرية كان عندهم مشكلة المشكلة ان امريكا كبيرة مقارنة امريكا امريكا عندها قواعد عسكرية في الولايات كلها امريكا نظرها نص قارنة خلاص طيب عندها ولايات كتير قوي والولايات دي فيها قواعد عسكرية البنتاجون طبعا هي وسط الدفاع ففي قواعد عسكرية كتير طيب دي مشكلة دي مشكلة أنا عندنا قواعد عسكرية في مساحات بعيدة وإحنا عايزين نربط الأجهزة والكمبيوترات اللي موجودة في وزارة الدفاع والحاجات ببعضها نربطهم شبكة مع بعض زي ما احنا ربطنهم في شبكة ففي السبعينات وزارة الدفاع فكرت وقدرت تعمل شبكة واسعة بمفهومها اللي احنا بنونا عليه مساحتها جورفاية قدرت تعمل شبكة تربط القواعد العسكرية اللي في الولايات اللي بعيدة عن بعض طبعا هنبقى نشرح الكلام ده بعدين هتفهموا أكتر في المادة بتاعت ربط ربط الشبكات دي خلاص وكلمة ربط الشبكات يا شباب نستطيعقول المادة ربط الشبكات بتتكلم علوان يعني اللوان اللي احنا نتكلم عليه النهاردة ده هو ربط الشبكات ربط شبكات اللوان يعني كلمة ربط الشبكات او المادة بتتكلم عن اللوان دي المادة اللي تبدأ تتكلم عن اللوان كل المواد اللي فاتت كانت بتتكلم على اللان على الشبكات الداخلية دي المادة اللي تتكلم على اللوان الشبكة الواسعة فدلوقتي خلاص قدرت منتصف السبعينات يعني الولايات الوسعة الكبيرة اللي هنا تقدر في قواعد تربط قواعد طبعا هي مش موجودة هنا على الخريطة اللي أنا بقول عليه ده بس هي موجودة داخلي تربط المساحات الكبيرة دي القواعد العسكرية بتاعتها اللي فيها الأجهزة والكمبيوترات وطبعا الكمبيوترات دي كانت هي اللي بتحكم في الحاجات العسكرية وكده والحاجات الإدارية كده هي قدرت تربطهم ببعض بمسافات بيت طيب في آخر السبعينات أمريكا بدأت تفكر إزاي توسع الموضوع إزاي توسع الموضوع تمام فاكتشفوا نوع من أنواع الكابلات طبعا الكابلات اللي كانوا بيستخدموها في الشبكة الوسعة اللي هنا دي هي كابلات التلفزيون التكو أكسل طبعا لما درس الكابلات وممكن نبقى نتكلم عليه في درس كده في مادة تانية الكابلات الكابلات زي ما تدرستوها تلتة نوع كو أكسل المحورية لها بتعدش وتوستد بير اللي هو موجود دلوقتي بتاعة التمن أسلاك وفيه الأي الابتكال في فاير الابتكال في فاير حالو دي الأي الكابلات أمريكا لما عملت الشبكة الأولى ومش أمريكا بس أنا شرحت حتى الباسور رينج الباسور رينج هو اللي كان داخلي وبعدين خارجي أمريكا وأغلب الدول اللي عالم في الستين وقت 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 ما كانوش بيستخدموه غير الكو أكسل الكو أكسل ده اللي كان منتشر كابل الدش خلاص خلاص كابل الايه الدش فأمريكا قدر يعمل كده إزاي إزاي البنتجون قدر يعمل كده أمريكا لما تنشأت لما قوم بدأ يعملوها لما بدأ يستخدموا الكابلات دي كابلات الكو أكسل لقوها أن تستخدم في الشبكات حالو وهما كان عندهم حاجة اسمها الفيديو كونفرس يعني ايه عندهم شبكات تلفزيونية يعني شبكات تلفزيونية الولايات كلها ممتد فيها كابلات تلفزيون عشان قنوات التلفزيونية يعني زي عندنا كده قنات الأرضية ما كانش فيه دش بق فكان القناة عشان توصل لكل الولايات دي صعب بالإيريال اللي كان بيبقى فيه السطح ده لا لازم الكابل يمتد في كل الولايات فكان الولايات كلها ممتد فيها كابلات فيدروا يستخدموا البنية التحتية بتاعت الكابلات دي تمام ويوصلوا 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 الكابلات دي بشبكة خاصة بيهم بتاعت الواسع لها البنتاجون الشبكة تي سموها أربانت ايه ده؟ الشبكة اللي عملتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ده ربطت كل الولايات ببعض اسمها أربانت ده عملتها في منتصف السبعينات موعدتها ده زي ما نقولت على البنية التحتية ده هتفهموا دلوقتي يعني ايه؟ الكابلات بتاعت الدش اللي كانت مربوطة كلها طيب وزارة الدفاع طبعا أو الأمريكية يعني في فترة أواخر السبعينات طبعا فيه تحالفات حصلت ما بينها وما بين كل ده نشأة الانترنت فعلا واحد يقول لي آآ آآ فيه تحالفات حصلت ما بينها وما بين حلف الناتو ايه حلف الناتو اللي هو أوروبا فرنسا وأنجلترا وكده يعني وحصلت لها تحافات برضو مع الايه؟ مع اليابان ناحية التانية مع اليابان الجزر بتاعت اليابان اللي هي هنا جزر اليابان حلو؟ طيب التحالفات دي كان بسببها ان أمريكا عاملة قواعد عسكرية برضو هنا وقواعد عسكرية هنا يعني عاملة قواعد عسكرية في الفرنسا هنا وأنجلترا وكده مع حلف الناتو وهنا قواعد عسكرية مع اليابان جزر اليابان ده تمام طيب بسبب الموضوع ده امريكا فكرت ان هي تمد الموضوع تمد الشبكة بتاعتها اللي ربطها داخلية دي لوان بالشبكات اللي هنا واللي هنا تمد شبكات هنا تمام تمام سانيا اعتشا فمادة الكابلات بس المشكلة هتواجهها ايه المسافات اللي بمحيطات دي محيطة محيط مسافات دي كبيرة ايه ده الكابل الكو اكسل ده زي ما درسته اخره يمشي مثلا اه 500 متر لو انت خصميك يعني طب دي مسافات كيلوهات طبعا في الفترة دي مادروش يعملوا الفكرة دي لحد في اخري السبعينات اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا الاوبتيكال فايبر الياف البصرية ايه ده؟ كابلات تنقر تقدر تنقل البيانات بشكل ضوء بسرعة لها الالف البصرية الاوبتيكال فايبر دي صهرت في اخر السبعينة بسببها بدأوا يمدوا كابلات تحت البحر تحت البحر خلاص؟ كابلات الياف بصرية يمدوها لحد هناك ايه ده اه كابلات دي شايفينها اه هي دي طبعا هي كل مرة كان بيحصلها تجديد بس هيك لحد فرنسا وانجلترا بس فرنسا هي الاساس كانت فرنسا هي الاولينية خلاص؟ وبعدين النحية التانية يمدوا كابلات الى اليابان خلاص؟ طيب دي شبكة الاربانت اسمها اربانت في الاول كان اسمها اربانت اللي كانت معمولة بصورة الدفاع الامريكية عملها عشان تقدر تتوصل لقواعد العسكرية بتاعتها لحاجات الادارية يعني الكمبيوترات بتاعت قواعد العسكرية بتاعتها ببعط طيب طيب وبعدين بعدك كده في الاوال التمانينات جت امريكا امريكا خلاص لقت ان الشبكة دي متهالكة ايه؟ اه مش كافيتها حالو انا عايز عمل شبكة تانية عايز اعمل شبكة تانية الشبكة دي مش كويسة ومش عقبانة وبتاع وانعمل شبكة تانية البنتاجون وزرطة طفالة أمريكية طيب هل حنير من الشبكة القديمة؟ لا أمه ليه الناس دي ما بتميشي حاجة قالك نعرضها للمدنيين عمليات المدنية يعني ايه بقى فيه تجارة في وطرة التمنينت ما بين أمريكا وشمال أوروبا اللي هو هنا فرنسا وإنجلترا ويه ويه وكلام ده كله والمانيا والناحية التانية برضه في اليابان بقى فيه برضه تجارة رايحة جاية اليابان طيب ما نعرضها للمدنيين بيحس يستفيدوا بيها خلاص يعملوا اتصالات ما بينهم وفعلا عرضوها للمدنيين ومدنيين بدأوا يستخدموها طبعا إيه اللي حصل الفكرة بدأت تتوسع في أوروبا يعني ايه فرنسا بالذات كله ما بياخد فرنسا فرنسا بدأت توزع كابلات تمد الكابلات للدول أوروبا طبعا في الألمانيا وشر الأوروبا كلها بولندا ولحد روسيا وتمد من الكابلات للشرق الأوسط احنا عندنا مثلا الكابلات بتاعتنا جاية من فرنسا ايه ده احنا الشرق الأوسط كلنا كانت معدية على نحية مصر خلاص اه نحية مصر الشرق الأوسط بيجي من مصر ومصر هي اللي متوزعها لشمال أفريقيا والشرق الأوسط اللي هو السعودية خلاص مدتها دي في التسعينات احنا جتلينا احنا في التسعينات والنحية التانية اليابان مدتها لشرق أسيا كله ودتهم لهم لأدور شرق أسيا هي مدتها ليه كل اليابان واتفتحت العملية وفضل كده لحد ما تطورت وتوسعت أكتر أكتر وبدأت تصهر في أواخر التمانينات والتسعينات وبقى اسمها انترنت ايه؟ اه هي دي شبكة الانترنت بدأت كده وتطورت كده لحد ما وصلت لنا كده وبدأت تتوسع بالطريقة دي هي دي شبكة الانترنت والان اريد سأجابه لكم صورها دي دي صورة فعلية حاليا للكبلات الممدودة تحت البحر اللي هي في البصرية اللي مادة ما بين الدول زي ما انتو شايفينها اللي هي بدأت بأمريكا والحاجات دي وبعدين انتشرت بعد كده ومشيها تحت البحر وبتوصل الانترنت اللي علام كله دي طريقة الانترنت ايه ده مفيش حد مستحصل الانترنت لأ تمام؟ طيب نيجي للشرق الأوسط احنا الكلام نحنا احنا عشرحنا تبدأ نيجي لين احنا احنا دول كدول احنا اخدين من فرنسا المصدر الاساسي لدينا احنا فرنسا فرنسا هي اللي مدينا الكابلات الاساسية اللي نقع احنا في الشغاز معدية على مصر طبعا ومعدية البحر الاحمر وبحر الاحمر بيلف بيروح من هنا هوا بتدي للامارات دبي العمان السعودية الكويت تمام؟ حتى كان فيه ازمة حصلت كده في فترة 2001 ان الكابل اللي في مصر ده كان كابل واحد هو كان كابل واحد بس كده كان كابل واحد بس مش كل الكابلات دي كان زمان في التسعة في اواخر حد 2001 كان فيه كابل او كابلين ممدودين تحت البحر ومعدين على الدول دي كلها الكابلة تتقطع عمل ازمة وخفت سرعة الانترنت في الشرق الاوسط كله تمام؟ فبناء على عليه الكابلات دي دلوقتي الموضوع تطور يعني هي تطور؟ دلوقتي بقى فيه كابلات مباشرة يعني هي مباشرة في دول اغدى كابلات مباشرة يعني زي الامارات وكده فيه كابلات اغداها بشكل مباشر من فرنسا على طول مش جاية من ناحية مصر هتشوفها بعدين تمام؟ والسعودية نفس الكلام طيب ايه الكابلات دي بقى؟ الكابلات دي جاية من فرنسا دي اللي بتتولد الانترنت او بتدخلك شبكة الانترنت انت عندك شبكة الانترنت مثلا في السعودية شبكة الانترنت في السعودية مين اللي مسكها؟ هتلاقي استسيم موبايلي زي الشركات دي الشركات دي ما هي الا انها كلاقيت زي ما قلت شركات بتدعم بس بتاخد منك الفلوس او كده طيب الشركات دي بتعمل ايه؟ الشركات دي بترجع بتشتري من المصدر مين المصدر؟ المصدر ده ممكن يكون دولة يعني السعودية نفسها او فرض ايه ده؟ يعني ممكن يكون فرض ويحني زي ما بتقول ايه؟ السعودية مثلا عندها اربع كابلات مشتري اربع كابلات وصل دلوقتي في الارفين وارفين واتفين وارفين وارفين ستة كابلات ست كابلات غيرين في فرنسا في منهم اتنين تابعين لمشروع اللي هو معمول يومنتل اللي هو بتاع اللي هو اللي هو اللي هو otteو ผل في أربع من زمان أربع كابلات من زمان طيب اربع دي شركة تابعة لزين وفي البقائيين للبقائين الشركات بتكلم الدول والتاخ هي اللي بتأجر الكابل اللي جاي من فرنسا الكابل ده جاي من هناك الكابل ده بيقى سرعته عالية جدا سرعة نقله للبيانات عالية جدا وبييجي الدولة الدولة بقى هي اللي بتوزعه داخليا على المناطق حسب يعني ايه السعودية مثلا المسؤول عن مد الكابلات زي ما انا قلت الشركة الكهرباء السعودية الشركة القبضة بتاعة الكهرباء للسعودية شركة الكهرباء هي اللي بتمدي كابلات تحت الارض في المناطق بتاعة السعودية الداخلية زي ما هناك قلنا في امريكا فيه كانت كابلات اللي لديش طيب لما تدخل السعودية او دخل مصر او دخل ايه الدول الدول الشرق الاوسط عكس امريكا امريكا كانت اكتر حاجة انتشارة للبنية التحتية عندها زي ما قلت السلك اللي هو الكو اكسل اللي هو بتاع الايه بتاع التلفزيون احنا دخلنا في التسعينات في التسعينات بدأوا كانوا يكتشفوا الكابل التوستد بير المستخدم في التلفونات ايه ده اكتر بنية تحتية منتشرة في كل دول المملكة او في امصر او في اي دولة من الدول التلفون ايه ده التلفون التلفون في بداية التسعينات او في اواخر التمانينات كان منتشر في كل حت فبناء نعلم ما الكابل ده كان جاه ايه الفكرة اللي نقدر نربط بيها الكابل اللي جاي ده الانترنت في الدول كلها بدل ما اقعد اكلف نفسي وامد كابلات وكلف نفسي التليفونات عشان كده اول ما جاه الكابلات دي بتتربط كانت في الكابلات الممدودة في المملكة او في مسلا دولة ده بخطوط التليفونات اللي موجودة ايه ده اه كده طبعا في الفترة اللي احنا فيها دي الموضوع بقى مجدي بيجيب فلوس يعني للشبكات الانترنتي بتجيب فلوس وطبعا الناس عايزة سرعات اعلى فانت بتأجر واحد يقول لي بيأجر ايه هو الكابل اللي جاي من فرنسا ده بتدفع فلوسه اه الدولة او المؤسسة اللي اخده بتدفع فلوسه فلوس تأجيره وبتاخد تمنه منك يعني هي بتجيب مثلا واحد كابل سرعته مثلا دلوقتي في العص اللي احنا فيه ده مثلا فيه كابلات مؤجرة بتجي من فرنسا سرعتها بتوصل خمسين الف جيجا ويجي هنا يتوزع بقى عليك عشان كده يجي لك انت ابقى متوزع بسرعات انت بسرعة كزا جيجا كده فالكابل ده جاي متأجر بيتوزع عليك في العص اللي احنا فيه دلوقتي مثلا زي السعودية او الدول اللي هي الموضوع بيجيب فلوس فبيجيب فلوس فالشركة مثلا كارب بدأت تعمل بنية تحتية جديدة خلاص ما بيتش تستخدم خطوط التليفون بقت بتمد كابلات ايه الياف بصرية تمدها في التوير كلها والكابل اللي جاي من انك ده تربطه ده تربطه به كابل اللي جاي ده تربطه به طيب طريقة بقى ربط الكابل اللي جاي طيب الكابل اللي جاي ده خلاص هنتكلم عليكه pools انواء الاتصال هنتكلم عليك ده اسمه كابل مؤجر اللي جاي من فرنسا مباشرة uniform لكن طريقة بقى ربط الشبكات اللي جوه المملكة مثلا اللي عقوله هنا موجود في هنا موجود في كل دول العالم بس بتختلف حسب كل دولة وبنيت التحتية زي ما قلت طريقة الربط بقى خلت طبعا مع تطور التكنولوجيا واللي انا قلت من شوية كانوا بيستخدموا كابلات كو اكسل بعدين استخدموا كابلات وستد بير بعدين دلوقتي حمتستخدم الاف بصرية في الكوة التطور اللي حصل ده خلى ان الاتصال اللي جوه الدولة دي يعني مثلا المملكة الاتصال ده يظهر فيه انواع اتصالات يعني ايه انواع اتصالات تقنيات للشبكات يعني اول ما الكابل ده جيه في التسعينات كان فيه تقنية وقتها موجودة يعني وصلها وصلها لكو كده انت تلوقتي اسمعي لك 5G هل مثلا من خمس سنين او ست سنين حد كان بينطق كلمة 5G بتاع الهوائي يعني حاجة الويرلس لا ليه تدقنية تظهرت حديثة هو بقى في التسعينات برضو نفس الكلام الكابل اللي جاي ده عشان امده واربطه بالبتاع الشبكات الداخلية بقى نفسها اللي جوا الدولة الوان مهلوان بيشمن من مدينة لمدينة من مدينة لمدينة مثلا من مدينة ينبو الربط اللي انا كنت رابط به المدن سوري اللي جوا دي الوان اللي جوا التصميمات بقى كانت انواع واشكال التقنيات كانت انواع واشكال احنا بقى في المده بتاعتنا حنتكلم على الانواع اللي حصلت التطورات اللي حصلت في تقنيات الوان اللي حصلت داخل الدولة الوحدة مثلا من اول مثلا ما بدأنا لحد دلوقت واحد يقولي طب انت بتتكلم على الانترنت يا استاذ هت لسه قيل من شوية ان ممكن مثلا البنوك والحاجات دي تعمل شبكات خاصة بيها بالزبط زي ما انا قلت من زمان ان مثلا البنك انا عايز اعمل شبكة خاصة بيها برضو الشركات بقى لو هي بتعمل الشبكات الخاصة بيها كانت بتختار التقنية حسب يعني ايه في شركات معها فلوس كتير فهتعمل تقنية سريعة في شركات معها فلوس قليلة تعمل تقنية اقل فبسبب الموضوع ده وبسبب المده والفلوس ظهرت تقنيات كتير من زمان لحد الوقت احنا بقى مفروض في المده بتاعتنا دي كل انا بقوله ده عشان نوصل للنقطة دي بقى شباب في المده بتاعتنا دي بقى هنشرح التقنيات او الاتصالات اللي ظهرت انواعها من اول ما بدأت الشبكة الوان لحد الوقت ايه التقنيات اللي حصلت في المنطقة دي بقى واحد يقولي طب الكابل اللي جاي من فرنسا ده نوع واحد تقنية واحد هنأتكلم علي يعني الكابل اللي جاي من فرنسا ده حاجة اسمها أو خط مباشر ده نوع معين واحد بس تقنية بخلاص هو خط مباشر لكن جوة المملكة مثلا حصل تطور في التقنيات احنا بقى هنتكلم على التطور ده التطور اللي حصل في الشبكات الوان اللي حصل فينا المادة بتاعتنا بتتكلم على كده بتكلم بقى على تقنيات الوان شبكات الوان والتطور اللي حصل فيها تمام وده اللي هنتكلم عليه في المادة بتاعتنا يا شباب احنا تكلمنا دلوقتي النهاردة كده على نشأة الوان ونشأت ازاي وبالزاد طبعا اكتر حاجة مربوطة بالوان الانترنت اكبر شبكة وان هي شبكة الانترنت فنتكلمنا عن نشأة الانترنت لان هي اول وان واول نشأة وان تمام وازاي تنشأت وازاي انتشرت ودخلت عندنا ازاي وشرحنا طريقة التاتصال في الانترنت بتيحصل ازاي ازاي انتو شايفين كده دي الخريطة دي فعلا بتوعيلك الكابلات طبعا واحد يقولي الكابل ده عامل ازاي اهو بصوا شكله في الحقيقة طبعا هو بيغيره كل شوية كل فترة زمنية ده بيبقى الياف بصرية تحت البحر اهو اهو ده تحت البحر اهو حجمه كبير اهو كده مش حجمه كبير اه بجوا بيبقى الياف بصري الليف البصري هشباب واحد يعني ده جوا ليف الليف ده واحد زي ما انتو شايفين كده فهو بص اشكله الحقيقة هو مطلعينه طبعا كل شوية كانوا بيطلعوا من البحر ويغيروه عشان بيتهالك الكابل ده بيتهالك بسبب حاجات كتير ده منظر الكابل اهو اللي هو بيمتد اللي هو فيه الياف بصري حجمه كبير ودي خريطة حتى بتبين لك الاتصال اللي هو بيبين زي ما قلته كده بين امريكا وفرنسا والنحية التانية تمام ده اشاق وده اضح لك نعم تمام طيب المفروض المحاضرة الجاية في المادة دي هاتبقى الاسبوع مش اللي جاي لبعض الاسبوع الجاي هنبدأ مادة امن الشبكات لكن الاسبوع اللي بعده هنبدأ اللي نقول بقى التقنيات في شبكة الوان الوان ده اللي هي الداخل الشبكة الوان مش يعني مش الناخلية اصدين Spons tab فالتقنية الوان التطور اللي حصل它 هنبدأ نتكلم عليها ونشرحها والناس تفهم ايه يعني ايه تقنية وان ايه التطور اللي حصل لها هنورف لحد هنا ونتكلم مرة الجاية عن الموضوع ده يا شباب لحد الجاي هيبقى مادة أمن الشبكات مادة أمن الشبكات هوقف التسجيل